السلام عليكم احبابي فيديو جديد على القناة قبل ما نبدأ الفيديو نبغي نشكر الناس اللي خلوا لي تعالق زوينا في فيديو السابق اللي حسو بيا فهذا هو اهم حاجة انني القناة اللي حسو بيا ويشاركوا معي الفرحة ديالي وكذلك الحزن ديالي فهذا هو الضن ديالي فيكم فشكرا شكرا بزيزاف لكم على الدعم ديالكم وعلى حسن المتابعة ديالكم اليوم ان شاء الله فيديو جديد وبغيت نشارك معكم اخواني اخواتي هاد البيسكوي هذا سهل اقتصادي بما اننا في فقص الدخول المدرسي فكن نحتاج وكال جود ديالي لوليداتنا كل مرة كان حيرو شن وجدوا ليهم ولما لا يعني ما تكون شي حاجة نمش ريام الزنقات تكون شي حاجة اللي بصاوبينها بيدينا فهذا البيسكوي عفوان غادي نفعكم بزاف لوليداتكم سهلو كيجيه شيش بزاف واقتصادي كيحطوه الكيميا كتيرا متناول جميع وكتلاتة نكهات يعني ثلاث نكهات مختلفة فاينكها كنتوا كتفضلوها ديروها فكنتمنى يا ربي الفيديو ديالي يوم يعجبكم وتنال اعجبكم هاد الشكيلات ديال البيسكوي فكتجيه اقتصادي جدا وبكريمة رائعة من سهلة جدا ومتناول الجميع وكتغنيكم عن شراء اللي في السوق يعني شي حاجة اللي غادي نشيروها من الحانوت فمن احسن اننا ننصبوها لوليداتنا في البيت فاغندوزوا على بركة الله لطريقة تحدير المقادير وبنقبل ما نبدأ كنتمنى انكم تخليوا لينا لايك واشتراك في القناة الاول مرة كي يشوف القناة ودعمونا بجيم فهد العمل بسيط كي يشجعنا على الاستبرار واندوزوا على بركة الله للمقادير وطريقة التحدير فعلى بركة الله غادي نحتاج في المقادير كاس ديالزيت غادي نحتاج كاسونس ديالزكارسينيدا قياس بالكاس ديالعنبا 150 جرام المارغارين فانيليا فلون مضاق بسكويت وكذلك خمارة كاملة فقط ملقة صغيرة قصرية قبيص صد الملح نضيف 10.5 كارسانيدا 10.6 كارسانيدا 10.6 كارسانيدا فلون 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 نكهة ناتا في المحلات وازم الحلويات نكهة اختيارية كذلك تحنون الكوكا واللوز ونضيف البسكويت فقط فلون ونضيف ججبيتات ونضيف ججبيتات ججبيتات متوسطين الحجم متوسط ونضيف المكونات جيدا نضيف ضقيق الأبيض وضيف ملقة صغيرة الخميرة الحلوة ونجمع الصابلي أو البيسكويت بأطراف الأصابع لأن الحلوة لا نجمع بأطراف الأصابع نضيف دقيق وعينكم ميزانكم لا تضيفوا دقيق دفعة واحدة تضيفوا دقيق بشوية حتى نجمع الخليط لا نجمعه في الأول نجمعه مزيان نجمعه خفيف كما تلاحظه باقي خاص ونقسمه على ثلاثة ثلاثة القطع لأننا نضيف ثلاثة النكهات فالقطع الأولى نضيف لها دقيق كافي يعني تحصل على عجينة لينا رخوة شيئا لا تقصوها ونضيف لها بودرة الكاكاو الحلو يعني الكاوبيل اللي كتعرفه هذه البكية هذه اللي كندره مع الحليب فهذه تكون حلوة يعني بودرة الكاكاو الحلوة وكذلك النكهات تبقى اختيارية تقدروا فقط نكهة واحدة او لا نكهتين على حسب الرغبة هنا بالنسبة الكويرة الثالثة ضفت لها الكاكاو ماشي الحلو فقط اه ضفت لها عفوا الكاكاو المر وهو يعطي اللون غامق الكاكاو الأول اللي درناه بكاوبيل يعني يعطي اللون مفتوح شوية بحل لون الكراميل اه يعني تحصلت هنا على ثلاثة ديالكويرات كويرة يعني بيضاء وكويرة بنية وكويرة سوداء فهنا كنا اخد هنا السلوفان او قطعة بلاستيكية وكنا نوضعها فوق طاولة العمل غير تفاديا باش مرش كمية كتير من الدقيق وبتالي البسكوي يجينا اقاصح وكذلك الدقيق كيجي من فوق القطعة الحلوة فكيجي غير مرغوب فيه فهكذا كنا نطلق العجين بدلة كما شفتوا كيكون شوية سمكة تحكموا فيه يعني لابغيتوا الحلوات تكون او لا قطعة للبسكوي تجيكم يعني ساميكة او لا غليدة شوية فلا بغيتوا تكون ارقيقة بحال هكذا فديروا بحالي أنا درت فقط سنتيم ديال العلو هاد البيسكويلي انا غادي اللصق واحدة مع واحدة فما بغيتوش يكون عالي وما تنسوش ان الخميرة ما فيش يعني بكمية كثيرة فقط غير معلقة صغيرة يعني باش ما كي ما كنديروش خمرة كاملة باش ما كيتغير الشكل دياله في الفرن يعني كيبقى قابط الفرن دياله او لا الشكل دياله فهكذا كنا ناخد هاد القطعة يعني او هاد 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 طابع على شكل دائري كما شفتوا او اي طابعة كان عندكم وكندير على هاد شكل هادا يعني حلوه على هاد شكل هادا او لا بيسكويب هاد دائري كناخد هنا مشط او مشطة هادى عندي خاصة بالحلوه يعني جديدة فكن اخدها وكندير توقف في الواسط هنا ما كنتش عندكم تقدروا تديروا غيك يغدون وديروا به توقف في الواسط كتعطي واحد المنظر زوين صافي بعد ما كملت يعني العجينة البيضاء كندوز بنفس الطريقة لعجينة السوداء وفنفس الوقت يعني كنكون جعلت الفرن على درجة حرارة متوسطة او 180 درجة غير من التحت وكنخلي الحلوكات التبلية من التحت من بعد كنشعل عليها من الفوق وكننطيب يعني البيسكوبيت يالي كامل بنفس الطريقة كنكمل مع جميع الاشكال او كويرات الثلاثة بعد ما نكمل هم غادي تشوفوا ان شاء الله واجدين وغندوزوا ان شاء الله لتزين هنا من بعد موجد لي البيسكوي كنتشوفوا عليها تشكل هذا فكيحط ما شاء الله كمية كثيرة رابقة لي العجينة ما قدرش نكملها من بعد ان شاء الله نكملها هنا غيباش نوريكم كيفش كيجي الشكل دياله كيجي شكل هذا يعني كيجي رقيق شوية ما كيجيش غلط إلا بغيتو غلط مهكة ديروه فكنناخد هنا شوكولا البيضاء يعني بلا زيت بلا تشي حاجة دوبتها فقط ووضفت له هنا معلقة صغيرة ديال زبدة اي زبدة تقدروا يعني زبدة ديال الاكل من الاحسن تكون زبدة ديال الاكل وكننضيف هنا ثلاثة ديال معلقة صغير ديال الحليب الحليب عادي او اللي بغيتو هو إلا درتو الحليب سخون رادي تخلي الحشوة شوية تبرد فضروري تكون هاد الحشوة هادي او اللي هاد الكريمة هادي اللي بالشوكولا كتجي مدق ديالها رائع كتجي مدق بحل ديال نيسلي كراميل يعني بحل نيسلي فكيجي رائع جدا كنخليها تبرد من طبيعة الحل او اللي كنتو مزروبين عليها ديروها في الكنجلاتور تبرد واحد عشر دقيق هنا بالنسبة القطع ديال الحلوة السوداء فغادي نضيلها هنا شوكولا ليدهن عندي هاد الشوكولا هاد فغادي نضيله في الواسط وهو باشغل السق به الحلوة هاد البيضاء هادي غلل السق به هاد الشوكولا فإلا ما عندكمش هاد نوطيلا او هاد الحل عفوا هاد الشوكولا ليدهن فكتديروا نفس الطريقة اللي درتو الشوكولا البيضاء كتددوبوها وكتضيفو لها واحد مع القديل السبدة وكتضيفو لها واحد جوج معا حلق ديال الحليب وصافيو تلسقو بها الحلوة فكتجاد الكريمة زوينة وان طبيعة الحال هاد القطع ديال الحلوة دائما خاصة تبقى في تلاجة باش كتبقى ديك الكريمة أشادة هاي الكريمة بعد موضعتها واحد عشر دقائق في المجمد فولتلي على هاد شكل هادا يعني ديك الشوكولا اقصحت ولت على شكل كريمة فهذا هو اللي بغيت فما تدير الشوكولا وهي دايبة ما تلسقوش بها الحلوة فلسقتو قطع الحلوة بالشوكولا وهي باقية دايبة فغادي تتسيح لكم على الجوانب خاصة ان الدبلجو باقي سخون فتغياء الشوكولا كتدوب بالنسبة للشوكولا هاديرا ما غاديش تدوب لكم يعني كتبقى هكذا بحل كريمة لانها فيها الزبطة وكذلك فيها الحليب فكتولي على شكل كريمة فما تقصحش وكذلك ما تدوبش يعني كتبقى على هاد الشكل هادا فهاد الكريمة يعني سهلة وكتجي يعني لديدة بزاف فكنتمنى تعجبكم وكذلك يعني تزين على حسب الاختيار كيبقى اختيار ديالكم يعني تديروا الكريمة البيضاء او لا تديروا فقط شوكولا بالنسبة للشكل هادا بالنسبة للشكل هادا فاخديت شوية الكريمة البيضاء وضرت لها ملوين بنكهة الفريز والسقط على هاد الشكل هادا فكما قلت لكم الكريمة على حسب على حسب الرغبة وكذلك تزين على حسب الرغبة بالنسبة البيسكوي فكيجي شيش بزاف لديد والله تصدقوني جربوه ما غاديش تندموه فعلا غادي يعجبكم بزاف بالنسبة الكريمة كيجي كذلك الكريمة كيجي لديده بزاف خاصة هاد الكريمة هادي او هاد البيسكوي باللون الاسود فكيجي الماداق دياله رائع جدا من اروع ما يكون كذلك الكريمة كأنها بحل الماداق ديال الكاراميل الماداق ديال نيسلي فكنتمنى يكون عجبكم هاد البيسكوي بالنسبة البيسكوي كالبني فتقدروت تلسقوه بشوكولات سوداء او بشوكولات البيضاء فلكم الاختيار فكنتمنى تعجبكم اقتراحة اليوم وبصحة الراحة الى فيديو اخر ان شاء الله مع السلامة اخواني اخواتي الى اللقاء